يعني ايه انت بتقول باحترم المرأة والمرأة في المجتمع نصف المجتمع وانت بتصدر سبعين في المية وتمعين في المية من السينما بتاعتك المرأة منحلة يا فتحة بالضعارة يا إما بالتاجر في المخدرات يا بتخونجوزها انا لما بسافر برة وبقى بالجابليات المصرية انا ببكي لانه بيوقفوا قدامي يبكوا يقولولي احنا بنحط المغنة في الصين يا سيد محمد لان الناس هنا لما بتفرجوا على فيلم زي ده بيعتقلوا ان مصر كلها كده فاحنا محتاجين هزي الثورة يعني انا بقول احنا حتقولي خط الطريق وخريطة مستقبل وا 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 كل ده على عيني وراسي انت عندك اشكالية كبرى انت تدار تغير الرئيس تدار تغير الحكومة كلها والوزارات بس مش هتقدر تغير الشعب صعب قوي انت محتاج جولة صعبة جدا عشان ترجع الجينات المصرية تاني جيناتنا جميلة جينات المصرية احنا تربينا وانت شايف حصل فيها تآكل في تآكل ايه لا انحلال اخلاقي ده انفلات اخلاقي بمعنى الكلمة ومقبص انا بتدائم الاعلامين بيطلعوا شعب عزيم والله الشعب بيجنن ولا شوفوا شوفوا جمال الشعب جمال الشعب انتو خايفين من الشعب انتو خايفين من المظاهرات لا تقوم عليكم مظاهرات انما تعالى قول الحكومة هنا اخطأت والشعب هنا مخطئ يعني انت جبته في المقدمة ده يعني انا ببص للصور كده يمكن بشكل مركز النهاردة ببص قبل ما ادخل ايه ده فرحت انت خدتنا على حجرك في الاول كده جبت للشباب اللي عايزين يتعلموا بجد والله خايفين على مصر بجد بيقولك ايوة الحرس يخش الجامعة ايه المشكلة لانك انت لو حرام انا انا اسف يعني لو واحد حرامي وقلت له ايه ايه رأيك نعمل حراسة على البنك ده ولا بلاش يا سلام طبعا هيقولك لا مش عايز حراسة طبعا انما لو انت انسان محترم وعارف انك انت هتحتج بصوتك وتحتم هتحتج بعقلك وفكرك ها انت مش هتخاف هيقولك لا اص الممارسات بتاعت ما باحث امن الدولة ويتصيده لا يا حبيبي حط من اتحاد الطلبة نسرق بقى خلاص بعد صورة خمسة عشرين ايه نو وي حييجي التحاد طلبة يقولك لا فيه تجاوزات من الامن ها بس هو مش هيبقى شايف بلوتوف ولا شايف اسلحة ولا شايف اسلحة بيضة ولا رشاشات احنا في احنا في شيء انا ببص على الحيطان كلام اللي مكتوب عليها استاذ وائل اهو دي ثقافة ما دي ثقافة دي الحرية مفهوم الحرية مغلوط عندنا بالعكس ان انا استخدم الجدران في في كل عام احط الشتائم وازبحت ظاهرة في في كل مصر انا اقدر احترمك كمحتاج احترم احتجاج عقلك لكن عمري ما احترم احتجاج ايدك او قوتك او سلح في ايدك طيب بس انا عايزة حط ايدي هنا انت بتقول انه في انحطات اخلاقي وفي تدني اخلاقي بس طبعا انا مكلمش انا مكلمش شكل عام حسنا فيه ناس بتفهم لا فيه استثناءات لده طبعا انما نسبة كبيرة هقول عشان اجامل شعبنا هقول لا فيه ستين في المياه من حلال اخلاقي يبدأ من ايه بانك بتقول انا حر وطير عفيدهم مكتمشي مع اليان في الشارع يعني المعنى ده يعني مش هو ده يعني انما انت عايز تعمل اللي انت عايزه مادام ما فيش قانون يا بس زوائل مش هيحصل حاجة احنا عندنا مشكلة احنا محتاجين قانون ومش محتاجين قانون بالشكل اللي احنا بنعمله دلوقتي القانون يطبق يعني مش بالشكل دلوقتي اللي يقولك ايه اصداء فيه عوارد السوري واصداء حيعمل لنا مشكلة ها هيعمل لنا لا احنا محتاجين انت لما تخاف انك تغلط مش هتغلط فيه ست طبعا ايه اعدموهم يعني اعدموا اللي ماسك سلاح انت بتقبض على ناس وبيطلعوا في شاشة التلفزيون ويقولك انا ايوه عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا معترف ده قدام التلفزيون اه وكان ماسك سلاح متلبس بصرف النظر عن بقى اه ايه المشاكل في الخضاء انا عارفها عشان بقى برضو بعد صبرت خمسة وعشرين اه يناير بطلع تش قالك ايه اعادة هيكلة الداخلية ناخد الشباب بتوع الحقوق وانشغلهم في الداخلية ده انت عندك مصيبة سهودة في القضاء انت محتاج طلبت الحقوق ده اللي يتخرجوا علشان القضي قدامه ستمائة وسبعمائة قضية انما انت محتاج تعمل نموذج اللي قتل ده هتعمل فيه ايه اللي بيخرب ده وبيمسك سلاح وبيروع الناس هتعمل فيه ايه بس في المجمل كده ما بتخافش انه هزا انه 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 هزي الشجاعة تأخذ على انه محمد صبحي بيهين الشعب محمد صبحي بيهين الناس ما هو ده ما هو ده ما هو ده اصلا لما اقول ان فيه ستين في المية عندهم ان في الوقت اخلاقي تعال انقسها في الشارع وانت سايق عربيتك جارك يا راجل ما فيش حد بيبتسم للتاني النهاردة وفي حد بيبتسم فوش التاني احنا بقى فيه جوانا غل كما كان نصور على بعضينا البيت اتقسم الناس في مصر اتقسمت يا سيد وائل ما بين انقلابيين وما بين صوار اه وانا فيش فاهم يعني المسألة دي طبعا هي من اول 25 هناير بعد 18 يوم بتوع التحرير انا شفت الانقسام ده واضح خلاص اتقسم اصلا انت بقى عندك اخوان وعندك سلفيين وعندك صوفيين وعندك شيعة وعندك يساريين وعندك خلاص انت دخلت فيها لا وتقسيمة قبائل واضحة ودخلت في التقسيم وكل قبيلة الدعي الملائكية وشيطن الاخر فانت عملت هذا التقسيم وهذا التقسيم بقولك انت محتاج سنين تقول للناس تعالوا نبقى مصريين انا مصري بس عندي تجاوزات اخلاقية بتصرف تصرفات في الشارع ميصحش هو ده مش انفلات اخلاقي اللي يروح يرمي قزارة في وسط الطريق النظيف مش في طريق يعني مكان قمامة لا ده متعمد طول الدائري وانت ماشي ده واحد متعمد انه ياخد جزء من الطريق يرمهالك كتل 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 ده ايه يعني ايه تقول الدولة تلم القمامة انت عارف كم 360 مليون طن قمامة تتلمى من مصر 360 مليون طن اه انت شايف هنا السلوك يصبق الدولة يعني السلوك؟ طبعا وطبعا ما مسألة السلوك دي لان اصلنا بقولك الجينات المصرية جينات الجدعانة والشهامة والاخلاق وازاي تبقى دمس الاخلاق وازاي تعامل جارك وازاي تعامل ده يا رجل في ناس كنا منتصاحب في الاوتوبيس لو نركب اوتوبيس ولنركب ترماي كان فيه صدقات بتكون صدقات طول ما انت ماشي فيه الجينات دي موجودة موجودة اللي هي الصفات الوراثية موجودة انت محتاج بس تقول سطب سطب الهابل اللي دخل في دماغنا لأ تعال ونحترمك يا اخي اقولك لو سمحت نرجع تاني نقول لو سمحت ونقول بفضلك قول اسف اه احنا محتاجين يعني انا مانا هخاطب مين انا بقول محتاجين نحبه بعض لما احنا الحقيقة يعني انا حتى بقول للمشاهد جلد الزات يعني انا سعيد بكلام محمد صبحي فيه جلد للذات لكن هذا الجلد للذات مطلوب حتى نستعيد هويتنا ونستعيد اه اخلاقنا انا محتاجين نعمل ايه محتاجين الشعب المصري كل واحد في شارعه في الشارع بتاعه حتى لو ما بيتناقش مع الناس اهل حي احنا كان عندنا احياء يعني كان عندنا احياء وحياء حميمية جدا انا اترابيت في السيلة زينب وفي الحلمية وفي عبدين ومحمد علي حيشت كتفولتي لغاية لما كبرته يعني حيشت في المناطق دي شيء من اروع ما يمكن اه استاذ واقل بيوت الفقراء لما كنت اتخشها تسعب اكتر من اصور اه من كرم وضيافة وهم ما عندهمش ذات اليد اه وتلاقي السعادة على والنظافة 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 خطت حتيها عشين خلطة مش معناها فقير تبقى اه قزر او بيت قزر لا بيت بسيط فقير ولكنه انضيع وهيام الملك فارول ما كانش في فقره في الثلاثينات والعشرينيات والاواقل القرن